موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى تغطية خاصة لأخبار تونس وفي عنوينها الطائرات التلديسية تقصف مواقع في جبل ورغة والجيش مشط الغبات بحثا عن إرهابيين موسيقى عركة النهضة تؤكد على الحوار وعدم إقصاء أي طرف من الحكم وحركة نداء تونس ترى أن تجربة الترويكا لم تكن إيجابية موسيقى اتهامات بالتزوير للهيئة العليا للانتخابات التونسية على خلفية استبعاد مرشحنا للرئاسيات موسيقى حناء قابس زينة العروس التونسية حتى اليوم موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إذن إلى هذه التغطية الخاصة بالانتخابات التونسية لا شك أن الموضوع الأمنية مستمر في التفاعل وليس معلوما بعد إن كانت ستنتهي الحملات الأمنية في جبل الشعانبي وجبل ورغة وغيرهما من المناطق في القريب العاجل أم لا تونس تشهد على نحو المستمر ملاحقة لخلايا إرهابية داخلية أو متسللة من الخارج آخر التطورات ظهر في كشف وزير الداخلية لطف بن جدو عن اجتماعات تنسيقية لقادة في تنظيم القاعدة بهدف التصدي لدعش وإلى الشق الأمني تتوالى المواقف السياسية من الانتخابات التشرائية والرئاسية نائب رئيس حركة النهضة يعلن من الميادين أن الحركة لا تريد استثناء أحد من الحياة السياسية يتزامن ذلك كله مع إعلان حركة نداء تونس برنامجها الانتخابي بعد يوم واحد من تأكيد زعيمها الباجي قائد السبسي أهليته الصحية للمنصب الأول في الجمهورية لداء تونس انتقدت اليوم تجربة الترويكا السابقة ووعدت بأنها ستعمل على رفع مستويات الأجور وستعمل أيضا في خطتها الاقتصادية على خلق فرص عمل في البلد وبين الأمني والسياسي تبرز الانتقادات لعمل الهيئة المستقلة للانتخابات التي وصلت إلى حد اتهامها بالتزوير لمناقشة كل هذه التطورات معنا عبر الأخمار الاصطناعية المدير العام للمرصد الوطني للشباب محمد الجويلي ورئيس اتلافي أو فياء لمراقبة نزهة الانتخابات محمد كمال الغربي أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب عقدوا اجتماعا في الفترة الأخيرة على الحدود التونسية الغربية وفق ما نقلت عنه صحيفة الشروع الصحيفة نقلت أيضا عن بن جدو قوله أن قاعدة تنظيم القاعدة أوصوا بتصفية جماعة داعش إذا اقتربت من قواعدهم وأن الجهات المعنية تعمل على التأكد من مسألة مبايعة كتيبة عقب بالنافع لتنظيم داعش وبشأن الأوضاع الأمنية أعلن الوزير إلغاء الإجازات في عيد الأضحى بعد رصد تهديدات إرهابية في هذه المناسبة وفي تونس قصفت طائرة حربية موقعين محتملين لعناصر إرهابية وسط جبل ورغة الممتد بين منطقتين طويرف من معتمدية نبر ومعتمدية ساقية سيدي يوسف وبالتزامن نفتت أحدات برية من الجيش التونسي حملة طمشيت مكثفة في الغبات بحثا عن مشتبه فيهم وكانت القوى الأمنية قد ألقت القبض على شخصين جزائريين في محافظة القسرين حاولات تسلل للالتحاق بالمجموعات الإرهابية في جبل الشعنبي رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي أكد أن الأولوية حاليا هي للقضاء على ظاهرة الإرهاب بالتعاون الدولي وخلال مؤتمر صحفي لتقديم برنامج الحركة الانتخابي قال السبسي أن تجربة الترويكا جعلت تونس تتراجع عدة خطوات إلى الوراء وفي كل المجالات موضحا أن تطبيق برنامجه يلزمه دولة عصرية واستقرار أمري وجاء أيضا في برنامج الحركة توفير 450 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات إضافة إلى زيادة الدخل الفردي بنسبة 30% وفي مقابلة مع الميادين أعلن نائب رئيس حركة النهضة التونسية للفتاح مورو أن الحركة لا تريد إقصاء أي طرف في الوطن بل تريد حوارا وطنيا يتجاوز الحدود الإيديولوجية لبناء المستقبل الوطني نريد أن ننفرد بالحكم أولا والثاني نحن نرغب في حوار وطني يتجاوز الحدود الإيديولوجية ليجعل من اهتمام الحركات السياسية المختلفة متجها إلى بناء المستقبل الوطني على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي ونجحنا في ذلك نجاحا باهرا انتهى بنا إلى تدبيج الدستور وكتابته مع غيرنا من الأطراف السياسية أو دستور كما تعلمون صدر عن وعي وإدراك من قبل كل العائلات الإيديولوجية التي تؤثث الساحة التونسية بعد تصاعد الحديث عن التزوير في تزكيات المواطنين لمرشح رئاسة تونسية طفت على السطح انتقادات لسير عمل الهيئة العليا للانتخابات في تونس التفاصيل في تقرير بلا المبروك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية ورئاسية يسجل المراقبون العديد من الملاحظات على الهيئة العليا للانتخابات ولسيما فيما يتعلق بانتدابات المواطنين لمرشح الرئاسة لبل ذهب البعض إلى الحديث عن تزوير أقدم عليه مرشحون ودفعوا رشان تم إحالة بعض الشكاوة على النيابة العمومية وفتحت تحقيق في هذه المسألة إن ثبت وجود تزوير ستكون للمحكمة كلمتها لكن الهيئة اكتفت بعملية النشر وهنا يلقف دور الهيئة نحن لدينا برشة إخلالات سواء في المصار الانتخابات التشريعية من المكاتب الجهوية التي تقبل ما قامتش بالتأثير لازم نفق القانون لأن الرئاسة الجمهورية ميزة محوم عليها حتى شبه ضجة في الساحة السياسية بعد إسقاط 41 مترشحا للسباق الرئاسي البعض طعن في قرارات الهيئة وتوعد من وقاضاتها وأخرون أيدوا قراراتها ثيقة الناخب في العملية هذه بدأت تهزت في جرة التزكيات ماذا بينا؟ الهيئة تقف على الأخطاء هذه ونقوم مع بعضنا بتصليحها قبل فوات الأوان ما زال عند الوقت الهيئة يلزم تصارح الناس بالصعوبات اللي عندها بالمشاكل ومع بعضنا يد في اليد نتجاوزوها ما حصل معناها من ثغرات ومن أشكاليات حفت بعمليات الترشح خاصة في عملية تدليس بعض التزكيات وفي عملية الغش والتحيل التي حصلت في الحقيقة المسؤول عليها هو الإطار التشريع والقانوني لنظم الانتخابيات القانون الانتخابي هو الذي سمح بمثل هذه الهينات مؤشرات عديدة على أن الحملة الانتخابية ستكون حامية الوطيس والخوف من أن يتطور الوضع إلى تشكيك في سلامة المصار الانتخابي جدل واسع يرافق عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أياما فقط قبل انطلاق الحملة الانتخابية لتبقى الآراء متباينة بين من يعتبرها تقوم بدورها على أحسن وجه ومن يعدها عاجزة على تطبيق القانون على كل المتسابقين بلال مبروك تونس المياد بحكم مسؤولياتي عن تنظيم الانتخابات بحيادية وشفافية يستقطب عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنظار الأحزاب السياسية كذلك المرشحين والمراقمين بهدف ضمانها نزاهة الاستحقاق الانتخابي تخرير عماد شطارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كلما اقترب موعد التونسيين مع صندوق الاقتراع كلما زادت رقابة مختلف الأطراف على عملها فالتاريخ التونسيين مع الانتخابات لا يخل من التجاوزات من تزوير لأصوات الناخبين في العقود الماضية حينما كانت تخضع الانتخابات لإشراف وزارة الداخلية إلى تجربة أولى بعد الثورة مع هيئة مستقلة برئاسة كمال الجندوبي شهد لها بالنزاهة والنجاح في التنظيم غلق مرحلة وبداية مرحلة أخرى هامة إذن عمل كبير لضمان شفافية ضمان رقابة الحملة خاصة هيئة جديدة منتخبة من المجلس الوطني التأسيسي توكل إليها المهمة في ظرف سياسي محكوم بالتجاذبات وجدت صعوبات في توفير التمويل والمقرات وما تتطلبه المهمة من خبرات وكفاءات على مستوى التنظيم وخبراء البرمجيات والإحصاء وإعداد النتائج قبل إعلانها مهمتها الأساسية هي تنظيم الانتخابات بشكل نعام وذلك باعتبارها هيكل مستقل عن كل الحساسيات السياسية وعن كل الحساسيات الإدارية وبالتالي مهمتها الأساسية هي معناها مسك سجل الناخبي تنظيم العملية الانتخابية بشكل معناها مشفاف ومستقل مهام كثيرة ملقاة على عاطق الهيئة أبرزها الإيفاء بما التزمت به من تعهدات دون الرد على ما يوجه لها من انتقادات الحيادية التامة وشفافية التامة ما زلت ثم أشياء ربما قامت بها الهيئة العليا هذه الانتخابات أشياء إضافية نعتبرها مهمة كما اشتيراتها للكيتانس وأنك تكون خالص مع الدولة هذه أبسط الأشياء لا اجتهاد خارج النص القانون الانتخابي وما جاء به الدستور هو مرجعيتها في العمل فهي كهيئة تقنية تسهر على تطبيق الشروط من قبل جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات قد يشب عملها نقص أو قد تعتره أخطاء كما يقول منتقدوها لكن يبقى أن تنظيم الانتخابات من قبل هيئة مستقلة يعد مكسبا للمسار الديمقراطي ويضع حدا لمحاولات التلاعوي بأصوات الناخبين عمد اشتار تونس الميادين وفي هذه التغطية الخاصة سرني أن أستضيف سيد محمد جويلي أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس ومدير عام المرصد الوطني للشباب كذلك ينضم إلينا من تونس أيضا سيد محمد كمال الغربي وهو رئيس اتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات اسمح لي أن أبدأ معك سيد محمد جويلي يبدو أن الوضع الأمني مبارحة يلقي بالظلاله أكثر فأكثر على الاستحقاق الانتخابي لماذا برأيك؟ سيد محمد أيها هل تسمعني؟ لا لا أسمعك سحياتي أود أن أسألك مرحبا بك بداية أود أن أسألك سيد محمد الوضع الأمني يبدو وكأنه يلقي بالظلاله أكثر فأكثر على الاستحقاق الانتخابي لماذا؟ وهل يخشى من أن تتأثر الانتخابات ربما بأحداث أمنية؟ طبعا الوضع الأمني هو أهم شيء في الانتخابات في الانتخابات القادمة وهناك مخاوف جدية من وجود عمليات إرهابية لإنشاءنا القطع مع العملية الانتخابية ولكن نعتقد أن الأجهزة الأمنية يعني متحفظة لهذه المسألة نعم نعتقد أنه أيضا هناك استعداد من المواطنين في تونس لمواجهة هذه العملية والذهب أكثر إلى صديق الاقتراع في تحدي واضح لكل عملية إرهابية ربما تفسد علينا هذا العرص الانتخابي سيد محمد وزير الداخلية تحديدا ألمح إلى وجود إلى رصد تهديدات أمنية يبدو أن هناك أكثر من ذلك ولا تريد السلطات على ما يبدو أن تكشف أن يقاب عنه طبعا من الناحية النفسية لا يمكن أن تكشف وزارة الداخلية كل شيء يعني لا يمكن أن ندخل المجتمع التونسي في حالة من الخوف المتواصل هناك أشياء يمكن أن تعلن عليها وزارة الداخلية ولكن هناك أشياء تبقى دائما طيال كتمان طبعا حتى يكون المناخ بشكل عام إيجابي نعم حتى يتمكن الناس من الذهاب بشكل واضح للعملية الانتخابية والمشاركة في الحملة الانتخابية وحضور النشاطات الأحزاب وبرامج الأحزاب والإنخراط بشكل واضح في سياقات هذه الحملة الانتخابية نعم اسمع لي سيد محمد أن ننتقل الآن إلى السيد الغربي السيد محمد كمال الغربي وهو رئيس اتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات طبعا هناك استحقاقان مرتقبان في تونس الاستحقاق التشريعي بداية ومن ثم في الشهر الذي سيليه الاستحقاق الرئاسي هناك مراقبون سيأتون من الخارج طبعا إضافة إلى كل هذه الإجراءات من الضروري أيضا توفير الحماية الأمنية وربما إتاحة الفرصة لهم من أن يعملوا بحرية هل تعتقد أن ذلك ممكن في هذا الضرور بالذات؟ شكرا تحية إليكم في الميادين وأقولوا أنه في البداية وأنه التحدي الكبير بالنسبة للانتخابات القادمة هي التحديات الأمنية فعلا أحنا نمر في مرحلة بعدم استقرار في المنطقة منطقة الشمال الأفريقية بصفة عامة بما فيه تونس وهناك تحدي إرهابي كبير قادم إلينا من الحدود الغربية ومن الحدود الجنوبية والعملية الانتخابية التي ستكون عملية انتخابية طويلة نسبيا باعتباره أنها ستشمل ثلاثة أشهر تقريبا انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية وهذا التحدي يلقي بذلاله على هذه الانتخابات رغم كل المجهودات التي تقوم بها الدولة والحكومة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجيش وأفراد الشعب في التصدي لكل هذه المحاولات التي تهدد المسار الانتخابي ونحن كمراقبون وكملاحظون للعملية الانتخابية نتطلع إلى استثباب الأمن حتى نقوم بواجبنا في أحسن الظروف ونعطي الضمانات الأساسية لتدعيم الثيقة في المسار الانتخابي أود أن أسألك طالما تحدث أيضا عن تحديات أمنية ولكن هناك أيضا تحديات لوجستية هناك استحقاقان كما ذكرنا بالتالي هناك أيضا انتخابات يفترض أن تجري في الخارج لرعاية التونسيين الموجودين هناك هل من معلومات لديكم حول طبيعة هذه العملية هل من إشراف من قبلكم ومن قبل المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني في الخارج لهذه الانتخابات فعلا المجتمع المدني تحرك لتغطية الانتخابات داخل التراب التونسي وفي الخارج وهناك جمعيات ومنظمات عديدة قامت باستقطاب العديد من الملاحظين من أجل القيام بالملاحظة في المراكز الاقتراع في الخارج وهناك تحدي كبير جدا بالنسبة للصعوبات التي تلقاها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية في الخارج نهيك وأن اليوم بدأت اليوم الحملة الانتخابية في الخارج والرقابة على الحملة الانتخابية هي صعبة بمكان حتى تضمن تكافى الفرص بين جميع المترشحين إضافة وأن صناديق الاقتراع إلى حد الآن لم ترسل إلى الخارج ورؤساء المكاتب وأعضاء مكاتب الاقتراع إلى حد الآن لم يتم تحديدهم هناك بطء كبير جدا لدى الإدارة الانتخابية في الاستجابة للتحديات اللوجستية لهذه الانتخابات ونحن حذرنا العديد من المرات الهيئة الانتخابية إلى مخاطر هذا التأخير وهذا البطء يعني هل هو تأخير متعمد أم أنه تأخير فقط في عود لأمور اللوجستية لا للحقيقة هذا التأخير غير متعمد ولكن هناك بطء على مستوى أخذ القرار داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظرا وأن الإدارة الانتخابية تفتقد إلى إدارة تنفيذية فاعلة واضطر مجلس الهيئة إلى القيام بالأعمال الانتخابية بنفسه لأن القانون المنظم للهيئة يعطي للهيئة وأن يكون هناك مجلسا للهيئة يقوم بتقرير الاستراتيجيات للعملية الانتخابية وهناك جهاز تنفيذي ينفذ هذه القرارات ولكن مع الأسف هناك غياب تام لهذا الجهاز التنفيذي فاضطرت الهيئة إلى العمل على إصدار القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات وفي نفس الوقت العمل على تنفيذها وهذا ما أعطى بطءا وتأخيرا في العديد من الخطوات التي تسمح باستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية لأنكم تعلمون أن هذه الثقة تربح من طرف الهيئة ولا تعطى ولا تمنح هكذا وبالتالي نحن نطلب من الهيئة أن تنظم نفسها أكثر من أجل أن يكون عطاءها وفعلها في مستوى المهمة المطروحة عليها سيد الغربي تحدثت في كلامك عن بدء الحمل الانتخابية من بين من أطلوا من أجل عرض برامجهم السيد الباجي قائد سبسي للحركة لداء تونس في حديثه عاد إلى نقطة مركزية كنت أشارت إليها طبعا وحتى الأستاذ محمد جويلي والأستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس أشار إليه وهي تحديات الأمنية يقول السيد الباجي قائد سبسي أن الأولوية هي للقضاء على ظاهرة الإرهاب بالتعاون الدولي يعني أن الوضع الأمني يتقدم على ما عداه من قضايا ملحة حتى على الساحة التونسية الداخلية الحقيقة أن التحدي الأمني هو تحدي على الجميع وليس مطلبا للحملة الانتخابية ربما أن يستعملوا طرف دون آخر لأن هذا مطلب الجميع لأن الأمن هو مطلب الشعب التونسي والحكومة القادمة هي مطلوبة وأنها توفر الأمن للتونسة حتى أنها تعطي الأمن للاستثمار وحتى تعطي انطلاقة جديدة للاقتصاد التونسي ولذلك كل هذه الحركات الإرهابية الوافدة من الخارج إما بتحريك من الداخل أو تحريك من الخارج فهي مرفوضة وهناك تلقيح عام من طرف الشعب وكل القوى السياسية والوطنية والجمعياتية فيما قومت هذه الظاهرة الخطيرة سيد الغاربي أرجو أن تبقى معي أعود مجدداً يا سيد محمد جويلي أسألك طبعاً تعليقاً على ما قاله السيد الباجقة السبسي حول أن ظاهرة الإرهاب تبدو من كلامه وفي برنامجها الانتخابي وكأنها الأولوية وأنها تتقدم على ما عداها طبعاً نحن بدأنا حملة انتخابية واضحة وكل الأحزاب السياسية على الأقل تشترك في نقطتين أساسية في حملةها الانتخابية النقطة الأولى هي المسألة الأمنية والمسألة الثانية هي المسألة الاقتصادية طبعاً لا يمكن لأي حزب سياسي أو لأي قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية وحتى في الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن يكونوا خارج هاتين النقطتين نعم من لا يركز على المسألة الأمنية والرغمات الاقتصادية سيكون من الخاسرين طبعاً طيب عندما يتحدث السيد الباجقة السبسي في برنامجه الانتخابي يقول أن البرنامج الحركي يتضمن توفير 450 ألف فرصة عمل في تونس برأيك هل هذا ممكن في ظل تراجع السياحة ربما الحركة الاقتصادية البطيئة وأيضاً ربما في ظل ما تشهده دول المنطقة الليبيا المجاورة وغيرها أيضاً على الحدود مع الجزائر هل يمكن أن نتحقق ذلك ربما يعني إيجاد فرص عمل بهذه الأرقام مبدئياً من الصعب تحقيق مثل هذه الأغضاء في ظل طبعاً وضع أمني هش في ظل وضع اقتصادي صعب جداً في ظل مديونية كبيرة للدولة التونسية وبالتالي تدخل مثل هذه الأرقام الضخمة في إنشاء الحمل الانتخابية وفي محاولة إغراء الناخبين نعم بالرغم أنه كل الأحزاب السياسية خلافاً للانتخابات الماضية قالت أنها سوف لن تغرق الناخبين في الوعود ولكن ولكن نرى أن الحمل الانتخابية ربما تدفع الجميع إلى اللعب على أرقام عالية خصوصاً في مسألة التشغيل هناك سؤال آخر نائب رئيس حركة النهضة التونسية السيد عبد الفتاح مورو تحدث للميادين قال أن حركة النهضة لا تريد إقصاء أي طرف في الوطن وكأنه يصبق النتائج وكأنه يريد أيضاً أن يعلن أنه يمد اليد إلى الجميع هل يمكن لهذا أن يؤسس ربما إلى هدوء انتخابي ضمن الحملة المقبلة وأيضاً ربما بهدوء سياسي للإستحقاق هو في الواقع المناخ التوافقي بدأ منذ مدة منذ الرباعي الراعي للحوار ودخلنا في هذه المنظومة وفي هذه الديناميكية من التوافقات وكأننا أصبحت المسألة استثناء تونسياً وهذا جيد وهذا جيد لأنه هذه من المسائل التعديلية لأنه هناك هيئات تعديلية يمكن أن تقوم بترتيب المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولكن أيضاً الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمع المدني يمكن أن تلعب هذا الدور بشكل جيد فيبدو أن هذا الخطاب بدأ يتسرب للجميع من ذلك حركة النهضة التي تريد أن تطمأن الجميع يعني هناك خطاب طمأن من الجميع الآن يسود لأن الأحزاب السياسية علمت أن المواطنين التونسيين أن التوانسا لم يعودوا مستعدين للتشنج السياسي لم يعودوا مستعدين أيضاً للتصادم السياسي الواضح والصريح بين الفرقاء السياسيين وبالتالي منطقة تهدئة منطقة توافق نراه موجوداً لدى أغلب الأحزاب السياسية وهو أيضاً من العملات المستعملة في الحملات الانتخابية أستاذ محمد جويلي كباحث وأستاذ في علم الاجتماع أسألك بالنسبة للحملات الانتخابية هناك من يتحدث ربما عن حماوة ستشهدها الأيام المقبلة ولكن من قبل أحزاب صغيرة تكد وكأنها أدركت وكأنها ستبعد أو لن يكون لها مكان قوي وحضور فاعل في المشهد السياسي هل يمكن لذلك أن يؤثر على طبيعة الحملات الانتخابية ربما وعلى الاستحقاق ككل؟ طبعاً الاستحقاق يتطلب حضور كبير ربما تطلب لوجستيك كبير جداً أموال ظهور إعلامي وبالتالي هذه سوق انتخابية فها قاعدة العرض والطلب وبالتالي نعتقد أن الأحزاب القوية والتي لها خبرة نوعاً ما هي التي ستكون أكثر حضوراً هذا طبعاً سيؤثر على الأحزاب الصغيرة التي لا تمتلك الإمكانية اللازمة أو من حيث التجربة من حيث الأموال من حيث الامتداد المجتمعي والتشبيكي إن شاءنا حتى تكون قادرة على مواجهة الاستحقاقات الانتخابية سيد محمد أرجو أن تبقى معي كذلك السيد محمد كمال الغربي لكن قبل أن نستكمل حوارنا وإياهما لابد من التوقف عند واقع الشباب والمرأة في تونس فعلى الصيد الانتخابي فنغياء فئتي المرأة والشباب عن ترأس القوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية سبب حالة من عدم الرضا عن مكان التهماء في المجتمع التونسي مدت بنظمات النسائية وأحزاب شبابية أيضاً اتهمت السياسيين باستغلالهما للتسويق السياسي فقط لغير تقرير مراد الدلسي ترشح امرأتين لمنصب رئاسة الدولة في تونس للمرة الأولى في تاريخها وخفض سن الترشح إلى 35 سنة فقط أثار ردد فعل مختلفة وصعد من جديد مكانة المرأة والشباب في الحياة السياسية وتونس على أبواب الانتخابات أساسة التونسيون اتفقوا داخل المجلس التأسيسي على ضرورة التنصف بين الرجل والمرأة على القوائم الانتخابية لكن المرأة التونسية تطالب بالمزيد هنا تعقد ندوات نسوية لتدارس وضع المرأة في المسار الانتخابي وبعد سنوات من الإطاحة بنظام بن علي نظام لطالما التهم بأنه يستعمل قضايا المرأة للتسويق السياسي تهمة لا تتردد الناشطات النسويات بنسبها هذه المرة لساسة تونس الجدد حيث أن معدل النساء على رأس القائمات الانتخابية لا يتجاوز أربعة أو خمسة بالمئة تصبح المسألة مسألة كراسي ومسألة مكانة مرموقة ومسألة قرار في ساعة يتصورها أنها مكانة رجالية وتغلب عليهم العقلية الذكورية فئة الشباب أيضا تتهم الساسة باستعمالها كخزان انتخابي فقط وتغيبهم في المقابل عن دائرة صنع القرار داخلها بأفكار ورموز مستوحاة من الثقافة الشبابية الحديثة اختار هذا الحزب الشبابي أن يعرف بنفسه ويقدم برنامجه كبديل عن أو كشريك فعلي لجيل من السياسيين يقولون أنه أخذ فرصته في حكم تونس قلنا في 2014 تكون ثورة انتخابية شبابية يكون الشباب هو اللي يتحمل مسؤوليته ويفرض رأيه ويلزم توى ندخله في مرحلة تشبيب للمشهد السياسي نظام بن علي لطالما التهم بأنه يستعمل المرأة والشباب للتسويق السياسي ولتحسين صورته لدى الغرب اليوم لا تبدو الحال أفضل برأي مراقبين فالمشاركة السياسية لهتين الفئتين لا تتجاوز حدود القانون المكتوب وخطابات السياسيين مردد لنسي تونس الميادين ونعود إذن إلى ضيفين محمد جولي ومحمد كمال الغربي سيد محمد كمال الغربي أسألك وطبعا أنت تراقب وتتابع الانتخابات باتبارك رئيس اتلاف أو فياء لمراقبة نزالة الانتخابات هناك قوائم قدمت والتقرير أشار إلى أن الحضور النساء على رأس القوائم ضعيف جدا وبالكاد يقارب الخمسة بالمئة برأيك ألا يشكل ذلك ضعفا ربما في بلد عرفة بالمساواة بين الرجل والمرأة منذ أيام برقبة؟ في اعتقادي وأن هذا المشهد الانتخابي هو يعكس أساسا القانون الانتخابي الذي تم مصادق عليه في المجلس الوطني التأسيسي باعتبار أن القانون الانتخابي يفرض وجود مناصفة بين المرأة والرجل على المستوى العمودي ولكن لا يفرض هذه المناصفة على المستوى الأفقي إذن القائمات الانتخابية غير مشروط عليها وأن تكون خمسين في المائة ترأسها مرأة وخمسين في المائة يرأسها رجل وهذا ما كان مطلب المجتمع المدني وما كان الحركات النسوية عموما حتى نعطي للمرأة أكثر فرصة لوجودها في المجلس التشريعي القادم وثاني من موضوع هو أن في القانون الانتخابي هو يعتمد الاقتراع بالنسبية مع أفضل البقايا وهذه الطريقة تعطي إمكانية كبيرة لرئيس القائمة وأن تكون له حظوظ كبرى في النجاح للمجلس التشريعي القائم وهذا يعني؟ وباعتبار وجود عقلية ذكورية ما زالت قائمة الذات في المجتمع التونسي فاختار العديد من الأحزاب السياسية أن تكون رؤساء القائمات هم رجال وذلك لحظنا أن المرأة حضورها كرئيس قائمات كان قليل ولكن موجودة داخل القائمة باعتباره أن القانون يطلب التناوب والتناصف العمودي ومثله كان بالنسبة للشباب لأن الشباب كان من مطالب المجتمع المبني سنتحدث فيه لو سمحت لي الثلاثة الأولى في القائمة الانتخابية يكون شاب سيد محمد كمالغربي أجو أن نرجع فقط الحديث عن الشباب فقط أود أن أصوضح السيد محمد جويلي أستاذ علم الإجتماع عن هذه النقطة تحديدا غياب العامل النسوي عن القوائم الانتخابية وكما أشار السيد الغربي إلى أن ربما النفحة الذكورية التي تطبع ربما العقلية السياسية السائدة هي التي لا تزال تهيمن وربما تطيح بإمكانية حضور نسوي فاعل وكبير داخل البرلمان التونسي المقبل طبعا الحداثة في تونس درجات وموقع المرأة من هذه الحداثة في مستويين أساسيين في المدرسة وهذا ما نشهده في نسبة تمدرسة عالية لدى المرأة التونسية ثم المجال الثاني هو مجال العمل وهو أيضا تساوي على قل في الوظيفة العمومية تساوي الرجال مع النساء في الرواتب في النفاذ إلى مواقع العمل خلافا لبعض المواقع القيادية في المؤسسات الكبرى إن شئنا ولكن في المجال السياسي يعتبر هذا من الترف من الترف يعني المجتمع لا يسمح وثقافة المجتمعية لا تسمح للمرأة بأن تدخل غمار السياسة إلا بعد أن تطمئن على أبنائها وعلى عائلتها ولذلك نلاحظ أن أغلب النساء النشطات في المجال السياسي هنا في سن يعني وحتى في المجتمع المدني أكثر من خمسين سنة فما فوق لأن تكون في هذه المرأة يعني قد طبعا اهتمت بعائلتها ممكن أبنائها في الجامعة لها من الوقت الكافي يعني بما معناه أدت قصتها مفاوضة للمجتمعية أدت قصتها العائلة لقبول المرأة حتى تدخل غمار الحياة السياسية بشكل عام نعم على كل حال طيب هناك مرشحتان إلى الرئاسيات هل تعتقد أن ثمت حظوظا لإحداهن بالوصول إلى هذا المنصب أو على الأقل بالحصول على نسب نتمنى ذلك صعب التراحة يعني تونس دائما رائدة في هذا المجال ولكن نعتقد أنه من الصعب شيئا ما نتمنى على الأقل لكليهما أن يحصل على نتائج جيدة ولكن لا أتوقع أمام ما يوجد في الساحة من مترشحين خاصة في الاتخابة الرئاسية لا أعتقد أنه إحداهما ستصل إلى رئاسة الجمهورية لكن نتمنى أن يكون هناك انتخاب بكثافة للمرأة بشكل عام لأن نعتقد أن الديمقراطية في حاجة إلى المرأة مثل ما هي الديمقراطية في حاجة إلى الشباب أيضا طيب الشباب يشكلون نسبة لبأس بها ضمن المجتمع التونسي لكن يبدو أنهم أيضا أنهم مغيبون إلى حد ما عن المشهد السياسي القوامة الانتخابية وبالتالي هناك من يقول من بينهم أنهم فقط يستعملون كخزان انتخابي هل هذا التوصيف دقيق؟ لا كخزان انتخابي لا لأنه نعتقد أنه الشباب ناشط هناك شباب يتحمل مسؤولية في المجتمع البدني في المجتمع السياسي مؤخرا المرصد الوطني للشباب الذي أشرف عليه نظمنا ندوة وطنية لشفائدة شباب الأحزاب السياسية وهؤلاء الشباب أعلنوا عن وثيقة إعلان مبادئ لانتخابات بلا عنف فتقريبا تسع نقاط هامة تم التشاور حولها بين أكثر من 20 حزب سياسي طبعا من خلال شباب الناشط في هذه الأحزاب السياسية طبعا هناك نسبة معينة من الشباب الذوي المسؤولية الذين يشطوا في المجتمع المدني وفي المجتمع السياسي وحاضرين بطريقة أو بأخرى طبعا عددهم قليل بقارة بالنسبة العالية للشباب في تونس ستعرف أنه عدد الشباب تونس على الأقل من 18 إلى 30 سنة هو في حدود مليونين وستمائة ألف شاب من جملة 11 مليون ساكن في تونس تقريبا يعني يعني حوالي 25% ودورهم سيكون مؤثرا في الاستحقق تقريبا من 18 إلى شريحة العمورية من 18 إلى 30 سنة نعم أعود إلى سيد محمد كمال الغربي سيد محمد جويل يقول أن نسبة قليلة من الشباب التونسي سجلت نفسها في قوام الانتخابات وبالتالي هذا يعني أن هناك عزوفا كبيرا من قبل أغلبية هؤلاء الشباب عن الاستحقاق الانتخابي برأيك ألا يمكن أن يشكل هذا العزوف ربما رسالة سلبية أو أن يعكس رسالة سلبية عن هذا الاستحقاق في رأيي بالنسبة للحضور الشبابي في المشهد الانتخابي القادم والاستحقاقات القادمة فعلا هناك مشكلة أساسية في التواصل مع الشباب باعتبار أنه تقريبا ربع الشباب لم يسجل للانتخابات القادمة ولذلك مشاركة الشباب لم ترتقي لأماننا كمجتمع مدني لأن في 2011 كانت نسبة المشاركة للشباب في حدود 15% ونحن الآن تم تسجيل تقريبا بين 21 إلى 25% من الشباب ونسبة مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية يمكن أن ترقى إلى 15 أو 16% إذن تبقى في غير المأمول وكان يرتقي إليه المجتمع المدني ويصب إليه ونحن نقول هذا يدل على أن رد فعل الشبابي هو نظرا لتصدر الوجوه القديمة الحزبية والشخصيات القديمة التي ترأس الأحزاب السياسية الكبرى للمشهد السياسي ولم تترك المجال إلى الشباب أن يرتقي إلى أن يقود مثل هذه الأحزاب وهذا الإقصاء الغير معلن درك رد سلبي من الشباب تجاه العملية الانتخابية ونحن لحقيقة متخوفون من مقاطعة جماعية للشباب لهذه الانتخابات ونحن سنسعى في المجتمع المدني إلى تحفيز الشباب وتحفيز الناخبين إلى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات لأنها انتخابات مصرية ومفصلية بالنسبة لتونس باعتبار أنها ستنهي المرحلة الانتقالية وتدخيلنا في مرحلة دائمة لبناء مؤساتنا الدستورية سيد محمد جويلي هناك كما يستشف من كلامك وكلام سيد الغربي نوع من الإقصاء الذاتي للشباب عن المشهد السياسي وأيضا عن الحراك السياسي وعمليات بناء الدولة التونسية بعد هذه المرحلة الانتقالية ما هي الأسباب إضافة طبعا إلى تصدر ربما قيادين هل تسمعني سيد محمد جويلي؟ سيد محمد أعد سؤاله وسبحت أقول هناك نوع من الإقصاء الذاتي للشباب عن المشهد السياسي هل يمكن ونحن في عملية بناء الدولة التونسية للمستقبل بعد هذه المرحلة الانتقالية هناك من يتذرع طبعا بأن وجود قيادين شخصيات من السياسية السابقة عادت لتتصدر المشهد السياسي هل هذا هو السبب الوحيد الذي يمكن أن يدفع بهؤلاء إلى الانكفاء إلى العزوف وعدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع؟ هناك أولا عدم ثقة للشباب بشكل عام في المناخ السياسي وفي الأحزاب السياسية وهذا اللحظناه حتى في الانتخابات في انتخابات 2011 نعم ثم ثانيا الشباب لا يؤمن كثيرا وهذا على مستوى عالمي لا يؤمن كثيرا بالمشاركة الشكلية يعني المشاركة التقليدية للديمقراطية ولكنه أكثر وأميل إلى المشاركة العفوية إلى المشاركة التي هو يشرف عليها يعني الذهاب إلى الساحات العامة الاعتصامات المشاركة عبر الشبكات الافتراضية التجمعات بمختلف أنواحها يعني شهدنا في مدريد في وولد ستريت في اليونان في الأرجنتين في اسطنبول أيضا وفي هونكوم هذه الهبة الشبابية بمجرد نزلة على الفيسبوك طبعا من الغد تجد كل الناس يشاركون بطريقة ما في الاحتجاج وهي مشاركة سياسية فعلية وبالتالي هناك ميل للشباب أكثر إلى المشاركة الجديدة أو الأشكال الجديدة للمشاركة في الحياة السياسية بديلا عن الأشكال التقليدية أولا لأن الأحزاب السياسية في كثير من البيروقراطية فها كثير من السمالية التراتبية سيد محمد جويلي لا يجد نفسه بشكل جيد وبالتالي ينسحب بشكل إرادي يعني من الحياة السياسية التقليدية الشكلية سيد محمد جويلي هل ما تقوله يعني حول هذه الأسليب الجديدة من الممارسة السياسية للشباب وأسألك باعتبارك مدير عام المرصد الوطني للشباب أيضا أنه أي تأثير لهذه الوسائل على الحياة السياسية في تونس يعني على صلع القرار السياسي لم أسمع السؤال لو سمحت أعد أقول طبعا تتحدث عن ممارسات سياسية ربما عن التواصل وسائل التواصل الاجتماعي ربما أنه هذه نوع من الممارسات السياسية ولكن هل لهذه الممارسات ربما أنه الإبتعاد عنها ألا يبعدهم ربما عن عملية صنع القرار للشباب إذا يعني أرادوا النائب أنفسهم عن المشهد السياسي ككل عن عملية صنع القرار هم يعتقدون أن صنع القرار يأتي من الساحة العامة يأتي من المشاركة عبر الحملات الفيسبوكية والحملات على الشبكات الافتراضية يعني هم يشكلون نقطة قوة ونقطة ضغط ولوبيات وكتلة شبابية من خلال حراكهم اليومي من خلال التجمعات التي يقومون بها من خلال اللوبيات التي يشكلونها يعني هذه هي طريقتهم في الضغط وهذه هي طريقتهم في الوصول إلى تغيير القرارات مثل ما وقع في عديد البلدان الأوروبية فهم يؤمنون ويعتقدون أن من الصعب الآن في هذه المرحلة الوصول إلى مواقع قيادية في أحزابهم في الأحزاب السياسية بشكل عام إلى الحكومات أيضا ومن الصعب جدا عليهم أن ينخرطوا لأن مفاتيح اللعبة السياسية هم بيد الشيوخة وبييد الكبار إن شئنا وبالتالي اختاروا سبيلا آخر وهذا ما يفسر ضعف مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية في تونس قليلة جدا ونسبة ضئيلة جدا مشاركتهم أيضا في الانتخابات نحن الآن بصدد إنجاز صبر للأراء على عين من 1500 شاب في تونس الكبرى سينتهي أو انتهى اليوم بدأنا نلحظ نتائج أولية سنعلن عن نتائج في قادم الأيام بدأنا نلحظ نتائج أولية هو كان فيه من بين الأسئلة هل ستشارك في الانتخابات القادمة نعم أم لا نسبة تكاد تكون كبيرة عبرت عن رفضها في المشاركة في الانتخابات القادمة أعود إلى سيد محمد كمال الغربي وأسألك باتبارك رئيسا لإتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات هناك انتقادات طالت سير عمل الهيئة العليا للانتخابات وكانت هناك ملاحظات أيضا على كيفية تعاملها مع التكليفات أو ما يعرف في تونس بالانتدابات انتدابات المواطنين لمرشحي الرئاسة هل ستواصلوا ملاحقة هذه القضية لكي تصل إلى خواتيمها وهي وصلت إلى القضاء أم أن الأمر تم تجاوزه هي المسألة الأولى أن مسألة الانتدابات من المواطنين للمرشحين هي مسألة دستورية هناك فصول في الدستور تشترط على المرشحين وأنهم يقوموا بعملية انتداب للمواطنين وجاء القانون الانتخابي ليوضح هذه الانتدابات نحن في تونس نسميها التزكيات وعطى أعداد معينة لها والهيئة كذلك فصلت ذلك ببعض القرارات في كيفية تقبل هذه الانتدابات ولكن الإشكالية هو أن كان عدد كبير جدا من المترشحين تقدموا للانتخابات الرئاسية عندما تقدموا الرئاسية هناك من لم يقدم هذه الانتدابات وهناك من قدم انتدابات من طرف أعضاء من المجلس التأسيسي باعتبار أن القانون يقول لابد أن تكون هناك عشرة انتدابات من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو عشرة ألاف من المواطنين هذه ما تسمى بالانتدابات الشعبية ولكن داخل الانتدابات الشعبية هناك من قام بالانتداب من أسماء من أناس لم يشاركوا فعلا في هذه الانتدابات وهنا مربط الفرص أن هناك عملية تزوير وقعت في بعض هذه الانتدابات وقدمت إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أساس أنها استجابت للشروط الموجودة في القانون والدستور فكيف لرئيس يريد أن يتقدم إلى رئاسة البلاد وهو في بداية تقديم ترشحه يبدأ بالتزوير فهذا كانت صدمة عارمة لدى الشعب التونسي وهناك انتفاضة كبيرة لدى الشعب التونسي لأن المخيال التونسي رجع بنا إلى عهود الاستبداد في التزوير وفي التدليس لمصول إلى المواقع القيادية في الدولة وهذا عليك مدعاوة أن الهيئة تطلب من المواطنين وأن يقدموا شكاوي إلى القضاء حتى يتم التعاطي مع هذه التزويرات والتدليسات بشكل قضائي ثم هذا القضاء المشكل وأن الإفضاء بالأحكام ستكون بعد الانتخابات فبالتالي يمكن أن يصل رئيس زور في بعض الانتدابات ثم يصل إلى الرئاسة ثم يقع الإطاح به من بعد نجاحه عند انتهاء الانتخابات فهذه الإشكالية حقيقية نعم شكرا لك السيد محمد كمال الغربي رئيس اتلاف أوفية لمراقبة الانتخابات وكنت معنا من تونس وكان معنا أيضا من تونس السيد محمد الجويل أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس وهو أيضا مدير عام المرصد الوطني للشباب شكرا لكم للعروس التونسية حكاية مع الحناء لا يمكن للفتاة أن تستغني عن مواد التجميل التقليدية ومن يقول حناء في البلاد التونسية فهو يقصد مباشرة الحناء القابسي عبد الثوادي زارت سوق الحناء الرئيسي في قابس وعادت إلينا بالتقرير التالي روائح عاطرة في الأجواء رائحة تدلك وحدها على أنك بيت في قابس مدينة وسوق الحناء التونسي الأصيلة في وسط المدينة وفي أشهر فضاءتها التجارية يشرع هؤلاء الباعة في عرض أجود أنواع الحناء مسحوقة أو في شكل أوراق بفضل عائلة المرابط أسس هذا السوق ليجمع كل باعة الحناء في مكان واحد تحتل زراعة الحناء مرتبة مهمة في الإنتاج الفلاحي بمدينة قابس وخصائصها المناخية ساعدتها على إنتاج أجود أنواعها في تونس معروفها قابس بالحنة متاحة وتونة والجمهورية التونسية كل بالولايات متاحة تعرف لكون الحنة هي القبسية حتى تجيب برانية مثلاً تماماً يجيبوا فيها من برها من المصر وكذا ولكن الحنة القبسية هي الحنة القبسية اللاصيلة لا تلتقط الكاميرا الرائحة لكنها تنقر تأثر التونسيين والسياح بجاذبية العطور والحناء في السوق حتى السلاح فات وجدت مكاناً لها بين أكوام الحناء لأخذ استراحة النساء يستعملنها أيضاً لصبغ شعرهن على سبيل الزينة أو لمقاومة الشيب يخدموا في الجيش ويلبسوا لخطر صباد منحوشي صباد بورتكام منحوشي يبقى من العام العام تولي جلده ترهافة يحافظ على ساقيه يعمل دو كوش تروا كوش تغلاظت جلدة ويتنح منها كالحر وكالرهافة والرطوبة متاحة للجلدة وكذا التقشان مش يولي كذا مش يتصحلة ديما الجد مش ما يبقى لاش موجايع في الساقيه وتستعمل المرأة مسحوق الحنة في شكل عجينة بعد إضافة الماء إلي العروسة مثلاً عندها ملتفات مش نحنوهم بها والبنات صبايا عندهم ملتفات نحنوا بها خصوصاً نحن صبايا عندنا ملتفات زي وردة زي اللي عملتها لك انتي مثلاً ولا حاجة زي الوردة هذه عادة انتي أما من حنوش حنا باللسكا وبس وينف وبشر زي المدامات زي أمي وزي يخلط الحناء جيداً ثم يستعمل لتغضيب الأيد والأقدام في أشكال ونقوش متناسقة من شمال البلاد التونسية إلى جنوبها تتزين العروس بالحناء فما بالك إذا اختارت الحناء الجابسية؟ عبير الذوادي جابس الميادين ترجمة نانسي قنقر